المرأة هي اللي ما كتشوف شراسها أهل لهذه المسؤولية أو لا هناك عقلية ذكورية التي تحيل دون ذلك أنا بالنسبة لي هناك معيقات يعني تحول دون إنزال هذه القوانين وهذه الاتفاقيات إلى أرض الواقع من بين أظن أن ربما أكبر معيق وأكبر شيء يجب أن أشتغل عليه هو تغيير العقلية الذكورية هناك عقلية ذكورية يعني لازلنا نعتبر المرأة ككائن ضعيف كائن قاصر ولازلنا نفقل كاهلها يعني لازلنا نعطيها مجموعة من الأدوار من المسؤولية التي تفقل كاهلها بمسؤولية تحول دون الوصول إلى مناصب القرار وبذلك دون التنمية لأنه يجب أن نعلم أن المرأة لها دور كابير في التنمية لا تنمية بوجود المرأة ولا تنمية في ظل علاقات غير متكافئة بين الجنسين